ويديوا الصحة والعافية في البرد ده لأن الصحرة مشكلتها في البرد برد قوي وفي الحر بتبقى حر قوي ويعني احنا عارفين لو قري يعني لو شديد التطرف حكاية التطرف دي بقت مسكة كل حالة الحياة وبمناسبة التطرف واللي بيحصل الحياة ربنا سبحانه بعد يعني النهاردة ربنا سبحانه وتعالى يعني كان رحيم ولطيف ده بعد اذن ربنا يعني ربنا لما بيوفق قواتنا اللي موجودة هناك وجهز اجهزة المعلومات اللي موجودة في سينة دات معلومة ان في حاجة هتحصل في العريش تم التحرك عليها وبتنصيق كامل قواتنا كلها هناك كان بيش ولا شرطة وبالفعل يعني الحساول عربية جاية وجاية ومسرعة بتادوا دولها تحذير ما فيش ضربوا عليها نار زاودت في السرعة اتعملوا معها جامد قتلوا السواء والاخر لما اتضرب السواء صابر جامده ودخل في السواء دخل في حاجز اسمنتي راحوا الهناك فاكتشفوا حجم السيارة سيارة مفخخة وفيها كامات كبيرة من مواد متفررة خمس عبوات متفررة مختلفة في الاحلام اتنين برميل احتوا على كامات كبيرة جديدة من مواد متفررة وعملين على دايرة كهربائية متوصلة في صندوق السيارة والسواء ذات نفسه كان عامل حزام نافق يعني كان عامل حزام على اساسه يعمل عملية تفريرية انما هم لحقوه وموتوه قبل ما يفضر نفسه قبل ما يعمل حاجة بعد القوات الليش وشرطة ابتدت العربية في منطقة سكانية ولو اتفضلت حتب في التعامل مع الابوات والحادات ديت ممكن يحصل اي حالة فخلوا السكان كلهم اخلوا للمكان كله وابتدوا يتعاملوا لغاية ربنا اكرمهم واخلوا العبوات بدون خسائر ويعني والحمد لله دا يعني مش الطبيعة بس الوحدة والبرد والشتاء والبتاع لا انتوا شايفين اللي هو في كل لحظة وفي كل حدق ديشنا وشرطتنا بيتعرضوا لإيه وإيه اللي بيحصل وإيه اللي بيتم وإيه اللي في كل خطوة وإيه ريت عاجب النهاردة بقت الموضة دلوقتي لو تلاحظوا الحكاية تلوقتي الخناء نرى احنا دلوقتي الموسم بتاعي يناير 25 يناير والموسم الخناء 25 يناير ولا 30 يونيا و25 يناير صورة ولا مش عارف إيه طب يعني أنا ما عمتين لا أحصل صورة في الدنيا 25 يناير أحصل صورة في الدنيا ممكن نهدى وممكن نهدى عشان خطر بلدنا محتاجة مننا إن احنا بدل ما نختلف نتفق بدل ما نتقسم نتوحد بدل ما احنا عمليه نهرتل نبتدي بس نشوف إيه احنا راحين على فين ونشوف بس إيه يعني حالات كتيرة لدن اللي بتتعم اللي هي فكرة الشغلة والناس بتطلع والناس بتشتم والناس بتعمل لا 25 أحسن صورة في العالم خلاص نهدى بقى ما تريد نشوف بقى مصر شايف إيه اللي مصر شايفاء وإيه اللي مصر بتونه وإيه اللي بيستنينا كل يوم قد شفت عربية مثلا لو انفلرت في وصة حي ساكن إيه كانت حتعمل بلاوة قد إيه قبل كده من يومين ثلاثة وححكي الحكاية دي اللونودنا في الليش التاني والمعركة اللي كانت هناك عند الشيخ زوايد معركة التومة دي السمت كده بالقريتين معركة عادة عادة ساعات يعني قرب الاثناشر ساعة ومت فيها حوالي مئة وتلاتين إرهابي كل ده عشان إيه عشان مصر عارفونتو لما بتتكلموا على خمسة وعشرين يناير وتلاتين يونيو وبتتكلموا كلام ده وبتفكروني بحكاية دايما بحكيها هم مخلفة سبع تمن شباب وبنات وانروزوا كل ده اللي راحنا وده اللي راحنا وده اللي سافر وده اللي قاعد المهم سابقة لوحدها لغاية ما في يوم وبقى خلاص بقى كل تشغل وكل ده وهم يعني بيتصلوا كلمتين في التليفون واللي يفوت خمس دقايق ودقايق وحتى لو راحوا قاعد بلعب على الموبايل ومش حارف فيه عشان المهم فهم فص اللي الدنيا لهياهم بقى أو هم مقاليين جال لهم حد على التليفون كلم واحد منهم اللي حق أمكم تعبانة دي ده راحوا لقيوا أمهم عليها وقعة في الأرض الشيء الطبيعي والمنطقي لو هم خايفين على أمهم انهم مش لو هيو ده المستشفى وبعدين لو فيه حد حيتعاتب عشان ده ما يحصلش تاني مرة نتكلم بعدين يعني بعدين نتكلم احنا ده حلنا مصر في الظرف ده شوفوا الاسترات شوفوا العملة عامل ازاي شوفوا التضخم عامل ازاي شوفوا كل